قمر صناعي عسكري حديث متعدد المهام أوردوغان في عشر سنوات بنى 125 جامعة جديدة و189 مدرسة و510 مستشفى و169 ألف فصل دراسي حديث ليكون عدد الطلاب بالفصل لا يتجاوز 21 طالبا عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوروبا وأمريكا رفعت الجامعات الأمريكية والأوروبية الرسومة الجامعية بينما أصدر أوردوغان مرسوما بجعل الدراسة في كل الجامعات والمدارس التركية مجانية على نفقة الدولة في عشر سنوات كان دخل الفرد في تركيا 3500 دولار سنويا ارتفع عام 2013 إلى 11000 دولار وهو أعلى من نسبة دخل المواطن الفرنسية ورفع قيمة العملة التركية إلى 30 ضعف في تركيا تعمل الدولة جاهدة لتفريغ 300 ألف عالم للبحث العلمي للوصول إلى عام 2023 في أكبر إنجاز سياسي لتركيا قام أوردوغان بإحلال السلام بين الشطري قبرص وأجرى محادثات تسوية مع حزب العمال الكردستانية لوقف نزيف الدم واعتذر للأرمن وهي ملفات عالقة منذ تسعة عقود في تركيا المسلمة ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 300% وارتفع أجر الموظف المبتدئ من 340 ليرة إلى 957 ليرة تركية وانخفضت نسبة الباحثين عن العمل من 38% إلى 2% في تركيا المسلمة ميزانية التعليم والصحة فاقت ميزانية الدفاع وأعطي المعلم راتبا يوازي راتب الطبيب في تركيا المسلمة تم إنشاء 35 ألف قاعة مختبر لتكنولوجيا المعلومات وقواعد بيانية حديثة يتدرب الشباب الأتراك فيها أوردوغان سدد عجز الميزانية البالغ 47 مليار وكانت آخر دفعة للديون التركية 300 مليون دولار تم تسديدها في يونيو الماضي للبنك الدولي السيء السمعة بل ووصل أن أقرضته تركيا 5 مليارات إضافة إلى وضع أوردوغان 100 مليار في الخزينة العامة في حين أن هناك دول عريقة في أوروبا وأمريكا تتخبط تحت وطأة الديون والربا والإفلاس تركيا كانت صادراتها قبل عشر سنوات 23 مليار أصبحت 153 مليار لتصل إلى 190 دولة في العالم وتحتل السيارات المركز الأول تليها الإلكترونيات حيث أن كل ثلاثة أجهزة إلكترونية تباع في أوروبا هناك جهاز صناعة تركية حكومة أوردوغان تبنت عملية تدوير القمامة لاستخراج الطاقة وتوليد الكهرباء ليستفيد منها ثلث سكان تركيا وقد وصلت الكهرباء إلى 98% من منازل الأتراك في المدن والأرياف أوردوغان جلس مع طفلة لا تتعدى لـ 12 عاما من عمرها في مناظرة تلفزيونية نقلتها وسائل الإعلام على الهواء وتحدثا عن مستقبل تركيا بندية واحترم ذكاءها واندفاعها فأعطى الأطفال الأتراك المثل والقدوة في مناقشة ومناظرة من يحكمهم في قراءة المستقبل أوردوغان صديق ما يسمى إسرائيل حسب زعم العلمانيين العرب وجه صفعة قوية لما يسمى إسرائيل وجعلها تعتذر عن ضربها لسفينة مرمرة التي كانت متوجهة إلى غزة واشترط في قبول الاعتذار رفع الحصار عن غزة أوردوغان صديق ما يسمى إسرائيل بين قوسين وجه انتقادا لاذعا للحضور الذي صفق لكلمة بيرز الذي برر فيها الحرب على غزة في المنتدى الاقتصادي دافوس 2009 وخرج غاضبا من المنتدى بعد أن قال للحضور عار عليكم أن تصفقوا لهذا الخطاب بعد أن قتلت إسرائيل آلاف الأطفال والنساء في غزة أوردوغان واجه معارضيه بخراطيم المياه ولم يقصفهم بطائرات الميغ واسكود وبراميل الموت أوردوغان رافض أن تخلع ابنته الحجاب فأرسلها لتدرس في أوروبا وذلك قبل أن يسمح بالحجاب في الجامعات التركية أوردوغان الوحيد الذي زار بورما هو وزوجته والتقى بالمسلمين من أهالي إقليم ميانمار المنكوب أوردوغان أعاد تدريس القرآن والحديث النبوي إلى المدارس الحكومية بعد تسعة عقود من الحكم العلمانية أوردوغان كرس حرية ارتداء الحجاب في الجامعات الحكومية ودار القضاء أوردوغان القائد المسلم الذي أنار أكبر جسر معلق في العالم على شواطئ البحر الأسود بأضخم إنارة تضم حروف بسم الله الرحمن الرحيم في حين أن إحدى الدول العربية صنعت أكبر شجرة تيكريسماس في العالم بلغت تكلفتها أربعين مليون دولار أوردوغان يعيد اللغة العثمانية للمناهج الدراسية الأحرف العربية أوردوغان أطلق مسيرة مكونة من عشرة آلاف طفل مسلم يبلغ السابع من العمر يجوبون شوارع اسطنبول معلنين بلوغهم سن السابع متفاخرين بأنهم سيبدأون بأداء فرض الصلاة وحفظ القرآن الله المستعان دائما ليت حكامنا يرتكبون بعض الحماقات مثل حماقات أوردوغان لا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك بالقناة وتشغيل جرس الإشعارات السلام عليكم